أبدأ معك سيد رول التساؤل العريض الذي طرح نفسه في سياق هذا التقرير وهذا الملف هو أسباب السلوك الأمريكي الذي اكتفى إما بتوجيه إشارات الإنذار أو بترك السفن وعمليات الاحتجاز تنضي قدما برأيك تفسير هذا الأمر من وجهة النظر الأمريكي مساء الخير لكم وللمشاهدين وللضيوف الغرض من تكليف F-16 أن تظهر لإيران لأن الولايات المتحدة لديها الرغبة لأن تضع أصول عسكرية في المنطقة لديها القدرة على حماية السفن الدولية في المياه الدولية المنافسة مع هذه الطائرات سوف تتفوق على أي قدرات إيرانية وتردع إيران من أي هجوم محتمل على أي السفن ومن التخليدية أن تصل القوات الأمريكية إلى مناطق تهاجم فيها إيران السفن القوات الإيرانية تخون هذه المواثيق الدولية واحد وعشرين سفينة على مدار عامين وأربعة خلال الشهور الأخيرة سوف تجرب وقلقها سوف تجرب وقلقها وقلقها شكرا